ايه الحب الحب بش حال زوين الحب هو فش حلق الحب هي فش كات متلان كات شنو الحب هاد السؤال هو اللي غدي نحاول نلقاه الجواب دياله في الفيلم اللي خرج في 2013 بناخراج سبايك جونز واللي كي عاود لقصة حب ما بين انسان ودكاء اصطناعي الفيلم ديال اليوم هو هير مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال السوليما بودكاست هاد الفيديو في سبايلرز اذا الى كنتوا باغين تفرجوا في الفيلم قبل خاصكم تحبسوهنا هاد الفيلم كي عاود القصة ديال ثيودور اللي لعب الدور دياله خواكين فينيكس من بعد ما تفارق ثيودور مع مراته رجع انسان وحداني منعازل على المجتمع وعلى صحابه عايش في الدكريات هذه السعادة اللي كان عايش هايامات الجواش ما زال ما متقبلش الفراق دياله مع مراته هو اخدام في واحد الشركة اللي كتكتب الرسائل للناس بيوريفل هاند ريتن لترز دوت كوم مش يدك شي ديال رسائل الادارية ولا ديال الوطائق ولكن رسائل شخصية بحل متلا رسائل عاطفية ما بين الراجل ومراته ولا رسائل حانان بين الجدة وحفيدها يعني رسائل شخصية ديال بصح فد العالم ديال المستقبل اللي عايش فيها ثيودور بحل اللي شريتي ورد الخطيب تك تقدر تشري لها رسالة كاتبها شي واحد عندو مع التعبير والانشاء وثيودور معلم في هالدومان يعني الطريقة باش كي عبر على المشاعر ديال الاخرين والطريقة باش كيرتب الافكار ويصيب الجمل كتعطيه واحد ستيل حساس وكيتوشي الناس وحتى هو بين فيه بالله عاجباه خدمته وكيتفنن فيها بحل هذيك الرسائل كتخرجوا من هذيك الوحدانية دياله كين شكليين يكتب لهم الرسائل ديالهم منين تلاقوه المرة اللولة يعني عايش معهم التفاصيل ديال العلاقة مندو سينين الشي اللي كيخليه بحل هذيه هو رف علاقة معهم غير هو العلاقة بلا دراما وبلا مشاكين هو غي كاتب ولكن هذيك الكتابة كتعطيه واحد الفرصة باش يعبر على المشاعر دياله الحقيقية عبر الناس الاخرين بحل اللي قلتي دايره واحد الاوتسورسينج عاطيفي العالم اللي عايش فيه عامر بالناس اللي وحدانيين كنشوفو الناس في الزنقاء في الترانسبور ولكن ما كينش الانتراكشن كل شي خاشينيفو في تليفونو وحاط سماعة كيتصنط للفويس اسيستنت ديالو هذي العالم قريب العالم اللي عايشين في حنا دابا عالم اللي الناس اللي وغادين وكي يسدوا على راسهم وليتي كتشوف في القهوية عامرين بالناس قلسين وكل واحد شد تليفون ديالو السحاب يتلاقوه ما كيتطاك روقاع هذي البرادوكس كيبان فشكل كيفشف مدينة كبيرة اللي فيها الناس بزاف ووخها كاك الناس وحدانيين وعايشين في القنط ديالو بارتيام الجاوب هو ان العلاقة ديالنا مع تليفون ولا الكمبيورر ما كتطلبش شي مجهود كتير ولا شي استثمار عاطيفي هي علاقة سهلة وما فيهاش حريق الرأس تفرج في فيديوهات ديال تيك توك اللي عمرها كالتقاضة وخطب قد سكرولي حتى الغداء سهل ما انك تداكر مع صاحبك ويعود لك على المشاكل ديالو وتشكي عليه تنتا فاش ثيودور كيدخل من الخدمة كي يسالي النهار ديالو كي قصر شوية ديال الفيديو غيمز حتى الغداء اللي يلعب فيه في واحد شخصية واحدة تألف في واحد العالم الافتراضي المخرج هنس ستعمل الغم باش يورينا شنو كيحس ثيودور لداخل ديالو كيحس بانو فيماتاها باغي يخرج ولكن ما عارفش الطريق غيكي تحط في الفراش وغير راسه كي قيس له سادة تقول ديال الوحدانية كي يطعح عليه في الوقيته ديال الراحة والسكون كي تفكر انه وحيد وهكا الروتين دياله كي بلين بالله عايش بحل هكا من مدة طويلة مشي عايش صراحة ان اللي تشوف غير مدردب مع الوقت وصافي حتى النهار اللي غدي يسمع بواحد الأو اس وحد دكاء استيناعي اللي هو عبارة على الصوت اسميتها سامانثا واللي شوية ادفانس على ذاك شي ديال الفويس اسيستنت ديالليوم كتسول على الجوك يحلك الخريطة هاد سامانثا متطورة بزاف لدرجة ان ثيودور خصو يفكر راسه بالله هاداك الصوت راه ديال الكمبيوتر هذا مجرد جدا هل هذا مجرد؟ هل تعتقد ان انا مجرد؟ مجرد جدا لماذا؟ مجرد جدا مجرد جدا مجرد جدا مجرد جدا فهذا العالم ديال الفيلم اللي كينفوحد مستقبل اللي ما محدوش المخرج هاد سامانثا اللي دير صوت ديالها سكارلت جوهانسون هي دكاء استيناعي اللي كيقدر يطور واحد الوعي كلما الوقت كيدوز كلما سامانثا كتطور راسها بحال بنادم كلما كيكبر كلما كيتعلم حاجات جداد وكيعيش تجاريب جديدة الفرق الوحيد هو السرعة سامانثا كتقدر تقرأ كتاب في قلة من ثانية وتهضر مع الاف ديال الناس في دقة وحدة سامانثا اللي كتخليها تطور بسرعة هاد السوت اللي غادي يوليك يرافق ثيو ذور في حياته وينطمها غادي بشوية بشوية بدي يدخل في علاقة كتر من غير قرائلية ليزي ميل ولا واش عندي شي موعيد اليوم العلاقة ديالهم غادي تولي قصة حب هو ولقى فيها الصوت اللي خرجوا من الوحدانية دياله ويلقى فيه شي واحد لي علمها الإنسانية والمشاعر غادي يكون صعيب عليه يتقبل أنه عنده علاقة مع دكاء إصطناعي ولكن مع الوقت غادي يولف وحتى لون طراج صغير اللي عنده غادي تقبل المسألة ثيو ذور و سامانثا غادي يعيشوا لحظات ديال السعادة اللي ولا بد غادي تساليش نهار السبب بسيط الدكاء الإصطناعي كتعلم دغية وكل ما كتتعلم كل ما كتفهم كتر أن ثيو ذور هو إنسان والإنسان كيبقى محدود إلا بغايت تكمل تطور ديالها ما يمكنش لها تبقى متعلقة ببنادم سيمون دوبوفوك كانت كتقول أن الحب الحقيقي هو اللي كيخلي كل واحد أنه يتبع الأحلام دياله الوقت اللي واحد كيبدا يعطى لأخر الفراق كيولي حاجة مؤكدة من غير إلا شي واحد بغا يقبل بالتعاسى الأبدية ويبقى مع الشي واحد غير باش ما يكونش ببعده في اللول ديالفيلم المخرج كيبيلينهد القادية مع الصديقة ديالثيو دور اللي هي إيمي واللي لعبت دور ديالها إيمي آرامس عندها واحد الحلم إيمي بغت خرج واحد دوكيومونتير ولكن عندها واحد نقص فتقة في رأسها دائما كتقول أنها في المونتاج وعمرها مرادع للفيلم رجلها تشارلز اللي لاعب التور دياله مات لتشر وخما كيقولهاش مباشرة ولكن بالنسبة لي هاد وطائقي غير شي هوبي هاد الاختلاف البسيط غا يخليهم كيبعدوا على بعضياتهم في الفيلم حتي يطلقوا تغوما الحاجة الظوينة أن الديالوج في هذا الفيلم مكتوب بطريقة اللي ماشي كي تقال فيها كل شي ديريكت ولكن الواحد اللي رد البال كيبان له الانتشنز ديال الكاتب بحال في هذا العسان اللي كي تلقى وحده السنسور كنت تشارلز مهتم بالمنافع ديال الأكل وكيفاش تماكسيميزي البنيفت بينما ايمي عندها نظرة مختلفة كتفكر في البلاجر ديال هادك العاصير وخا ما يكونش مزيان للصحة ديالك أو يحب انه نحنون بطريقها ومن ثم يساعدهم أعلى حاله فشكترضان الذين تبدوا كالعاصير فشكتبان لهضر على الدكومنتير كنشوفه اختلاف وحده آخر كي تشارلز كي هضر على الأولويات وأن ابنه دم خاصي يركز في المهيم لن اجتب انتظار ككية الانيرجي ويرادة تتخلصين بالمسؤس بما تفعله ان تفعله انتظار ما تفعله و>-كي تتعليم جملة بسيطة ولكن الوزن ديالها تقيل وكتبين انها تجوج وخاف صورة كيبانوا كوبل رهم كل واحد غادي في الطريق دياله ولكن مشي في نفس الاتجاه في دول من بدل علاقة دياله مع سامانثا غادي تبدل غادي يفهم شي حويج عندها علاقة مع الطريقة باش كي يحب مرة اخرى في الول دي الفيلم المخري تخلال لنا واحد لانديس فاش كيكون غادي انستالي هاداك الاو اس ديال سامانثا كي تطرح عليه شي اسئلة منهم كيف كانت العلاقة مع الوالدة دياله الجواب هو ان الحاجة اللي كانت كتبرسته هي ان كل ما كيبغي يهضر على راسه مو كتبدل الموضوع باش تهضر على راسه في الفيلم غادي نشوفوا ان هادا العلاقة اقترات عليه ثيادور ولا بحال مو تهوك يبدل الموضوع باش يولي عليه وقع ما كيتسننت للطرف الاخر بحال اللي غادي اطلاليه مع سامانثا كيسمع غير راسه وشنو خاصه وعيش في الخوف ديال انه يتقبل الادا اللي كيسببوه المشاعر دياله ثيادور لانه علاقته كانت مع دكاء اصطناعي خليته يفهم بزيف ديال الحويج على راسه ويعود القراءة في النظر اللي عندو على الحياة سامانثا فاش في السرقات لي علاش بجوجهم ما يقدروش يمشيوه في طريق وحده هاد المرة فهم وتقبل الامر الحاجة اللي خلاته ينضج ويفهم المشكيل دياله ويعتذر في رسالة اللي كاتبها هاد المرة مشي لشي كليان ولكن المراته اللي انطلقها رسالة اللي كعبر فيه على المشاعر دياله ويعتذر علاشنو سأسبب ليها من اذا وكيتمنى لها السعادة فين ما كانت الحب ماشي هو غير القوة باش تقدر تشد شي واحد حداك ولكن ايضا كيفاش تقدر تطلق منه باش يطير ويقلب على السعادة دياله هاد الفيلم كبير اللي نشنه هو الحب وشنه هي الوحدانية الفيلسوف باختخان راسل كان عرف الحب كونه هو الحل الوحيد ضد الوحدانية لحقاش بنادم كيخافي بقى ببوحده يقلب على شي واحد ليشد معه الطريق شكون فينا ما سمعش هديك الهضرة ديال ووش مغديش تجوش ووفقاش غادي نفرحوه بك ووش انت بغيتيتش موج ببوحدك كان حتى هديك القيصة اللي كترجع بزاف ديال شي قاوري اللي ماش ببوحده في دارو وبقى شغر قبل ما يكتشفوا الجتة دياله لانهو كان واحد عرفتوا هدي القيصة اياك وكيقولوا لك واش بغيتيت تولي بحاله ولا يطرالك بحاله هالفكرة جال ان الواحد يقدر يبقى ببوحده هي فكرة اللي كتدير رعب في بزاف ديالناس كان خافه نهار نمرضو ما لقاوش اللي يهزنا ولا نهار نعياو ما لقاوش اللي يعاوننا اذا الحل هو الواحد يتجوجه ويلد الوليدات باش يعمر الدار دياله ويعمر الفراغ اللي كيحس به بطبعة الحال هذا ماش يتعميم كاللي مجوج عن حب وقتناع وكاللي مجوج غير حقاش كل شي تجوج عرفت اذاك الحملة دي الجواج كيبدا صاحبك اللي أول ومن بعد كل شي كيشباع بحال دومينو الان ما تبعتيش هديك الطريق ركا غادي يجبقى ببوحدك لان المجوجين ما كيعرضوش على الزوافرية هدي الفيلم فيلم تيهدر على الحب وتيهدر على الوحدانية وتيهدر على علش كنبغيو وكيفاش نبغيو شكرا للتتبع ديالكم لهذا الحلقة دي السوليمة بودكاست نطلقوا السيمنة الجاية في حلقة جديدة تهلاوا لي يا فريوسكم